دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي صدق تاور الادارة الاهلية بشرق السودان للتمسك بوحدة البلاد ونبذ الجهوية والعنصرية وردق النسيج الاجتماعي وعد لدى لقائه في مكتبه في القصر الجمهوري وفد الادارة الاهلية بشرق السودان باستصحاب مقررات الملتقى التشاوري لأهل الشرق الذي سيعقد الاسبوع المقبل بالخرطوم في مفاوضات سلام في جبا من اجل تحقيق سلام مستدام وتنمية لانسان الشرق والسودان الى ذلك اكدى ممثل الادارة الاهلية بشرق السودان مك عموم قبائل البوادر متوكل حسن دكين وعمدة قبيلة بحلياي وناظر عموم قبائل البرن والصليحاب بولاية القضارف احمد عقوب موسى في تصريحات صحفية عقب اللقاء كدوا انهم تناولوا كل القضايا التي تؤرق انسان الشرق طيبة لحياة طيبة